كيف انقلبت الموازين في اليمن؟ وكيف صار اليمنيون محاصرين بين الخيارات السيئة والأسوأ منها؟ أكثر من أربع سنوات على انقلاب ميليشيا الحوثي تدخل التحالف تحت لافتة استعادة شرعية وإيقاف التمدد الإيراني في المنطقة ولا تزال الحرب مستمرة في المناطق المحررة غرقت دول التحالف بأطماع بعيدة عن أهدافها المعلنة وانشغلت بأجندات وزرع نفوذ لها على حساب السلطة الشرعية حتى أن المعركة مع ميليشيا الحوثي تكاد تكون متوقفة إلا من مناوشات هنا وهناك فيما المناطق التي لا تزال تحت سيطرة ميليشيا الحوثي وهي المناطق الأكثر كثافة سكانية تعيش أوضاعا بالغة السوق في ظل استمرار سلطة القهر والجباية وتغلغ لهذه السلطة بالعنف والإرهاب ترك اليمنيون وحيدين دون سند في وجه الحرب والأزمات الإنسانية فالرئيس وقادة الشرعية لا يزالون خارج البلاد وهما ترك مساحة واسعة لتعزيز حضور الميليشيات المناوئة وتعاظم سلطتها لمواجهة هذا الوضع السيء توالت الدعوات والحملات الشعبية المطالبة بضرورة عودة رئيس الجمهورية وطاقمه إلى اليمن ليدير شؤون البلد من الداخل لكنه ككل مرة عاد إلى الرياض وليس إلى عدن في حالة تعكس مداتيه وضياع اللحظة اليمنية الراهنة وغموض المستقبل القريب في اليمن وضع التحالف والسعودية بشكل خاص وتحولها من مهاجمة ميليشيا الحوثي إلى الدفاع عن أراضيها يظهر زاوية أخرى من زوايا تحولات الحرب وصلت دول التحالف في اليمن إلى مستوى المطالبة بوقف هجمات ميليشيا الحوثي عن الأراضي السعودية وتهديد مصالحها في البحر وهو ما يطلق عليه البعض بعواقب الانحراف عن المهمة التي يرفع التحالف شعارها أجندات متداخلة ومشكلات معقدة تتراكم في الملف اليمنين واقتصاد حرب ينمو على حساب مأساة ومعاناة اليمنيين التي لا يبدو أن إساحتها بيد أي من الأطراف الفاعلة في المشهد اليوم ترجمة نانسي قنقر